بشكونا بنهار السبت بسيفة استثنائية ضيفتنا لليوم شعرة تمتاز بمكانة راقية في الساحة الثقافية بكل حب وسرور نستقبل الأستاذة حليمة أبو عليك أهلا بيك أستاذة أهلا وسهلا وسهلا مرحبا لك وشكر لك على هذه الدعوة الكريمة شكرا لكل فريق الحياة فام وشكرا لكل القيروين وكل من يلتقط أمواج هذه الإذاعة الفتية مرحبا بيك وشكرا لك على قبول الدعوة في هذا الحوار بش نحاولوا نتعرفوا على الجانب المهني والإنساني اللي فيك دعنا ننطلق من البدايات النشأة كانت في معتمدية حفوز بولاية القيروين تحديدا الترزى الجنوبية اللي تجمعك بها علاقة حب قوية وكبيرة بارشة أكيد هي مسقط رأسي وهي المكان الذي ما زلت وسأظل أحن إليه لأنها المنطقة التي ولدت فيها ورأيت فيها النور ولي فيها كل الذكريات وكل الطفولة ولا شيء يعلو فوق الطفولة وذكريات الطفولة لا تمحي أبدا ترزى تبقى دائما أجمل هي تونس كلها جميلة ولكن ترزى أجمل الأماكن وأحبها إلى قلبي هو حتى في فترة من فترات حولت تونس العاصمة لم تأقلمتش بسهولة حتى نتائجك الدراسية الفترة هذه تراجعت خطر ما كان تبدل عليك نوعا ما نعم أنت عدت بإلى السنوات الثمانينات ربما تراجع النتائج أنا كنت معناها متميزة جدا في الدراسة النصف الأول ربما من المرحلة الإبتدائية طبعا عندما انتقلت إلى العاصمة تركت كل الطفولة وكل الأهل خصوصا أن أمي وأخوتي صغار ظلوا في ترزى لأن كان عدنا بعض المشاغل والفلاح وكل كان لابد من إشراف شخصنا عليه ربما هذا كان سببا في تراجع نتائجي لذلك عدت إلى ترزى من جديد لأحصل على شهادة السنة السادسة ابتدائي عام 1985 عام 1987 وقتها كانت للأستاذيام إجبارية صحيح لو كان نعملها كخلاصة أهم الذكريات والتفاصيل اللي بقات في بالك من فترة الطفولة حاجات بقات راسخة في ذهنك هذا سؤال صعب جدا لأن كل الطفولة جميلة وتظل راسخة بأغلب تفاصيلها ومهما محاء الزمان تظل الطفولة بذكرياتي عصية على النساء لأنه خصوصا أنه حتى عقل الإنسان ما زال خصبا يعني قابل لتذكر ربما هي بعض المغامرات الطفولية المضحكة التي أتذكرها الآن فأضحك من بين الذكريات التي ظلت راسخة في ذهني كثيرا هي مدعبتي للحرف وجرأتي على كتابة الشعر في تلك الفترة أنت كنت من الصغرى كان عندك شغاف كبيرة بالكتابة والشعر شكون اللي دفعك لهذا المجال؟ أنا وجدت نفسي مدفوعة إلى هذا المجال دون أن أعرف ذلك ولكن من وجدته سندا لي هو معلمي الذي أحييه بهذه المناسبة سي مصطفى سبوعي الذي كان يرى فيه شاعرة حقيقية ودعوته السنة قبل الفارطة لأكرمه ضمن تكريمي للمعلمين في إطار دراسة محور الأسرة وأنا أدرسه في إعداد دير لمان وذكرته هذا قلت أن هذا الرجل الذي أقف أمامه الآن بكل إجلال آمن بي شاعرة وأنا أكتب بعض الكلمات المضحكة فوقف وقال لا بالعكس أنا رأيت فيك بذرة الشاعرة الحقيقية وكنت مؤمنا أنك ستكونين شاعر لذلك شجعتك على فعل الكتابة بالمناسبة أتوجه له بكل إجلال وكل احترام وكل حب معلمي العزيز الذي كتبت فيه قصيدة أيضا أكيد تحية لي أهم الأدباء والشعراء اللي كنت تقرأ لهم في الوقت ذاك في فترة البتدائي في فترة البتدائي من أهم ما ذكره ما أذكره أني قرأته المبت لعاد مجيد عطية حليمة لمحمد العروس المطوي وكنت أقرأ صراحة كل ما يصل إلى يدي وكل ما أجده حتى عندما أشتري بعض المكسرات أقرأ الورق التي تضع فيها تلك المكسرات كنت أقرأ الجرائد كثيرا كنت شغوفة جدا بالقراءة وإلى الآن أحب القراءة وكل ما أرى أي ورقة تستفزني لقراءتها إلى الآن بكرة أني كنت ذكرت والدك والدك ربي يرحموا لي كانت تجمعك بها علاقة قوية برشا وكنت ياسر قرب من بعضكم أكيد يعني عندما نتحدث عن الوالدين وعندما تتحدث البنت عن أبيها تصمت لغة الكلمات لأن كل حديث كل كلام كل قصيدة كل صورة مهما كانت لنت في الوالدين حقهما ولنت في والدي بالذات حقه يعني كنت الأثيرة عنده سماني على اسم أمه وربما في ذلك سر هذه المحبة الكبيرة وكان والدي رحمه الله ينادي باسمي إلى آخر رمق في أنفاسه وأنا كنت بعيدة وكانت أختي هي التي تهتم به وهو يدعو لي حليمة تقولوا يا بابا أنا ما نشاء نقولها نعرف ومع ذلك يدعو لي رحمه الله كانت علاقة فيها ببرشا محبة واحترام بناتكم هو ربي يرحمه كانت وافى في سنة 2019 نعم 14 جوان 2019 نتصور فريقه ما كانش سهل بنسبة لي أكيد هو كل فراق مر كل فراق مهما كان نوعه فهو مرتبط بالمرارة فما بالك أن تفارق والدك يعني لا شيء أعظم من هذا لا حزن أكبر من هذا ولا وجع أكبر من هذا رحم الله كل الأموات ورحم الله الله أبي ولكن تلك هي مشيئة الله تلك هي الحياة تجمع لتفرق وتفرق لتجمع نسأل الله أن أجتمع به في جنة نعيم يا ربي يرحمه ربي يرحمه نعم أحنا أستاذة ما زلنا مواسطين الحوار لكن قبل هذا لو تسمح تلبسنا الكازك خلينا نزيده نتعرف عليك أكثر مباشرة في هذا البورتري اليوم نحكيه على شعرة تجمع بين الشعر الملحون والفصيح وأستاذة في اللغة العربية تعشق مهنة التدريس هي الأستاذة حليمة بوعليك حققت الأستاذة حليمة بوعليك مسيرة طويلة مليئة بالكفاح والنجاح وين في عام 1999 تحصلت على الأستاذية في اللغة والأداب والحذرة العربية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان وفي عام 2021 حازت على شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث من نفس الكلية ومؤخراً تحصلت على الدكتورة في الأدب العربي المعاصر بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وأكيد ما غير ما ننسيه والمسيرة المهنية للأستاذة حليمة بوعليك اللي درست في عديد المعاهد التنسية من عام 2005 حتى لليوم بالإضافة لهذا الأستاذة حليمة بوعليك عضو في اتحاد الكتاب التنسيين ورئيسة فرع الجمعية التنسية للثقافة الشعبية فرع القيروان في عام 2021 أصدرت ديوان شعري بعنوان بوح الصمت كما حازت على الجائزة الثانية في المهرجين الوطني للشعر الشعبي بالقسري واليوم الأستاذة حليمة بوعليك هي ضيفتنا في برنامج لانترفيو على الإذعى الأولى للصحة في تونس الحياة الفاني ضيفتنا لهذا الأسبوع الأستاذة والشعر حليمة بو عليك أستاذة فهمش بعض الأشياء لم نوفق في ذكرها في البرترية يعطيكم السحة بالعكسي معلومات دقيقة وصحيحة في مجملها فقط أنني ما زلت أنجز رسالة الدكتوراه وإن شاء الله يا ربي هذا الكلام يكون فألا طيبا حتى أحصلوا عليها في القريب العاجل بإذن الله إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك الميهني والدراسي في 2021 أصدرت أول مجموعة شعرية لك بعنوان بوحة الصمت لو كنا تقدمنا هذا ديوان بش مستمعين يخطوا فكرة عمالة تحد هذا ديوان البكر مع وجود ديوان آخر تحت طبعا ديوان آخر في الشعر الشعبي وقريبا بإذن الله في غضون ربما أسبوع أو أسبوعين سيصدر لي كتابا نقديا بعنوان تحليل الاستعار النقدي والخطاب الشعري إذن هذا الكتاب كما قلت هو ديوان البكر يعني ترددته كثيرا في إصداره وكان الفضل في إصداره للشاعر القيرواني سيدة جميلة الماجر التي أحييها كثيرا بهذه المناسبة لأنها من دفعتني إلى نشره إيمانا منها بقيمته الأدبية وقيمته الإبداعية لذلك أنا أعتز كثيرا بهذا الديوان لأنه كما قلنا دائما البدايات وإن كانت مربكة وإن كان فيها بعض الطارد ديوة لكنها تظل دائما الحنينة الأول والحب الأول وأنا أعتبر هذا ابني الرابع هذا الديوان بوحة الصمت هو كله من الشعر الفصيح العمودي فقط تقريبا هذا ما أهم ما يمكن أن أقوله العنوان مثير الانتباه بوحة الصمت هل الصمت يا بوحة؟ نعم ولغة الصمت أبلغ من الكلمات نعم يقول الصمت ما لا تقوله الكلمات وهذه الصورة الشعرية ترددت كثيرا في قصائدي داخل الديوان لأن بالصمت نقول ما لا تقوله الكلمات لأن الكلمات قد تقوله فتقصر فلا تصل إلى درجة البلاغة التي نريدها ولكن للصمت بلاغته وللصمت جرأته التي تقوله وتسمح لنا ربما أحيانا حتى بتأويل القول وتبعثنا على البحث فيما خلف هذا الصمت وليس ما خلف الكلمات إذن هذه الصورة أن الصمت يبوح متردد في العديد من القصائد وباح صمتي بسر كنت أكتمه وكثيرا ما تبوح العيون أيضا بالكلمات وتقول ما لا نقوله وما لا نستطيع وأحيانا ما لا نريد قوله يعني بصمتك بملامحك بنظراتك بحركاتك قد تقول ما لا تقوله لغة الكلمات لأن الصمت لغة والنظر لغة والحركات السيميائية أيضا لغة الرموز لغة تشترني الرأي ولكن قولك بكون قصائدك اللي في الدوان يطقى عليها نوعا ما القتامة والسودوية نعم وكل شعري تقريبا كذلك لماذا كل هذه السودوية في قصائدك؟ ربما تكون عملا بقول محمود المسعد الأدب مأساة أو لا يكون وربما يكون ذلك الركن اللواعفية فجعلني أكتب بتلك النبرة السودوية الحزينة خصوصا أن الأحداث التي تستفزني للكتابة غالبا ما تكون أحداثا حزينة قولوا غالبا وليس دائما لأني أكتب عن فلسطين فلا أستطيع أن أكتب ما يفرحوا رغم أن قصائدي وإن كان السودوية تنتهي دائما ببصيص أمل دائما هناك انفتاح على الغد الأفضل لأنه أليس الدور المثقف هو يكون متفائل ويزرع الأمل عند الناس قلت هذا قلت قصائدي أنا أصور واقعا مريرا يستفزني فأكتبه ولكنني أنفتح به إلى غد آت قد يكون أفضل كل القصائد تقريبا لا تخلوا من هذا البصيص حتى أنني أحيانا وأنا أقرأ ومجموعة أقول اكتشفت في نفسي أن لفظة الحلم والأمل من أكثر المفردات المترددة في مجموعة الشعرية وحتى في القصائد التي تليها وحتى في قصائد الشعر الشعبي لذلك أنا أكتب واقعا فيه الكثير من الألم عادة ولكن هذا الألم لا يخفي الأمل لأن من الوجع ومن رحم الوجع يولد الأمل ويولد الفرح ويولد الآت الأفضل بالعكس أنا متفائلة بواقع تونس وبواقع الوطن العربي وبفلسطين لأنني أؤمن دائما أن الحياة تخبأ لنا أشياء جميلة ولكن لا أستطيع أن أنقل واقعا فأراوغ وأصوره هكذا أنا لا تستفزني غالبا ليس دائما إلا الأشياء المؤلمة عندما أصاب بوجع يجدني ألجأ دائما إلى قلمي فأكتب هذا الوجع وأغلب قصائدي أكتبها في الليل وتعرفون أن الليل يعني صديق الشعراء وصديق الفنانين وصديق الأوجاع والعشاق وكلهم يتذكرون آلامهم ولكن بعد الليل يأتي الصباح لذلك كل القصائد يشرق بعدها صباح الأمل ممتاز جدا لو كانت اختارنا قصيدة من الديوان من الديوان وأن كنت أفضل دائما أن أقرأ قصيدة التي أعتبرها بمثابة الفاتحة من الصلاة أحيطا للقيروان سأقرأ من الديوان إلا كذلك بدون سنحتفل قريبا بعيد الأمهات وأنا أعتبر تونس هي الأم هي الأم الكبرى فسأقرأ قصيدة لولدي لأكرمها نفسي وأكرم أمي وأكرم من خلالها كل الأمهات تحية لكل أمهات تونس وكل أمهات العالم وتحية أكبر لكل أمهات فلسطين اللواتي ودعنا أبناء هن ومع ذلك يرسمنا الفرحة والأمل وما زلنا يواصلنا الحياة بكل حب توق الأمومة وقرأت العمرا في همسك وردا في ابتسام زف دنيايا إلي وسمعت النبض في حبك لحنا وسمعت النبض في حبك لحنا غازلت فيه القوافي شفتي لك تسع قبل حوليني وعمر لك حرفي إن يكل حرف وفيا لك قلبي هل ترى يكفيك حبا؟ هل ترى يرضيك يا قلبي الزكية؟ ليت بعد العمر عمرا لك يبقى ظل عمر عند لضى الدنيا سريا وأراني وأراني أعزف التوق نشيدا أغزل الشوق من سنى النجمي بهية أنت أسطورة حسن حاكها الدهر وشاحا زان عشقا سرمديا أنت روحي ورياحين لروحي وملاذي ومن النفسي بنيا دعك من شدو الأغاني فالهوى في الروح يختال نقيا لك مني زهرة العمر وصايا كل فيذ النصح مطواعا رضيا عش عزيزا عش عزيزا باثم الثغري شموخا مثل طود عانق الأفقى سنية ولتكن للحق سيفا لا يبالي في سبيل الحق ظلما أو بغيا وإذا الدنيا وإذا الدنيا عن الأخلاق حادت كن على درب المعالي كالثورية والتقم للعلم نبراسا وفخرا ساعيا للفضل سباقا حفيا إنما العلم مرايا للنفوس وسيوف شيدت حصنا عليا وشموع في دجل أيام تهدي من يروم العز ذخرا أبديا إن تونس إن تونس أرض أمجاد ونصر هل ينال المجد من كان شقيا فلتسبح كي تراها فلتسبح كي تراها صرح فخر وشمع الز في ذر المجد سويا وامضي وامضي في لجل وامضي في لجل أمان مستنيرا بدعائي ثابت الخطوي قوية وتذكر تذكر وتذكر أن للخلد جنانا عابقا تحت الثرى من قدمي شكرا شكرا جزيلا أستاذا يعطيك ألف صحة نحيش للناس اللي تحب تحصل لعدي ونهيذا وين تنشف تلقاه؟ الحقيقة أنا لم أضعه في أي مكتبة ولكن يمكن الاتصال بي حتى عبر الفيسبوك لأمدهم بنسخة من الدوال ممتاز بما أنه نحكي على ديوانك الشعري خلينا نفتح نقاش عن الشعر البعض من المثقفين يقولوا بأنه زمن الشعر انتهى وجاء زمن الرواية كيف ترد على هذا؟ هذا كلام لا أساس له من الصحة ولا يمكن للشعر أن ينتهي لأن الشعر هو فن والفن يتطور ويتجدد ويجدد نفسه ويفتح لنفسه منافذ جديدة ولكن لا يمكن أن ينتهي الرواية فن لا يمكن أن ننكر ذلك ولكن أيضا لا نكتفي الرواية فن لها خصوصياتها الفنية ولها بنيتها ولها تفاصيلها وللشعر كذلك ليمكن أن نقول أن زمن الشعري انتهى أو سينتهي وليمكن أن نقول أن الرواية انتهت أو ستنتهي لا الشعر هو الدوان العربي قديما منذ يعني أقدم فن عرفه العرب هو الشعر أما الرواية فهي جنس دخيل على الثقافة العربية ولكن الرواية العربية حازت مكانة هامة ولنا روائيون وروائيات نفخر بهم ونحترمهم وقدمت الرواية للثقافة وللأدب وللفن بصفة عامة ما قدمه الشعر وما تقدمه بقية الفنون لكن في الوقت الحالي الرواية هي الأكثر جاذبية بالنسبة للقراءة مقارنة بالشعر لا أعتقد ذلك حتى في نسبة للمبيعات لا أعتقد ذلك لا أتصور أن الرواية قد انتصرت على الشعر ربما هي أسماء ربما هي أسماء في الرواية فلا أستطيع أن أرى رواية للأديب الفلاني ولا أقرأها ربما أيضا هذه التخمة هذه موضوع آخر كبير جدا ربما أنه لا يتجرأ على الرواية الكل يعني الذي يكتب الرواية لا بد أن يكون متمكنا للأسف الشديد اليوم صرنا نرى الكثير من يتجرأ على الشعر تحت شعار قصيدة النثر وقصيدة نثر هي شعر محترم وله فنياته وخصوصياته وبنياته أيضا ولكن تحت مسمى الهايكو أو قصيدة النثر وجدنا من هب ودب يكتب الشعر لذلك يعتقد البعض أن عالم الشعر أصبح عالما منتهكا يعني يأمه المجيد وغيره أما الرواية فلا يمكن أن يتجرأ عليه إلا من كان يمتلك ناصية اللغة وناصية الرواية أيضا ولكن تبقى للشعر حرمته ومكانته وقدوسيته وليس كل من كتب الشعر بشعر ولكن أظن أن أغلب على الأقل من كتب الرواية هو روائي البعض يقول حتى بأن الرواية هي الأقدر على معالجة قضايا المجتمع المعاصرة مقارنة بالشعر إذن لنأخذ قصائد محمود درويش ونزار قباني ونلقيها في البحر مدام الواقع لا يعبر عن ذلك أنا أعطيك مقارنة بسيطة بينما كتبه غسان كنفاني في القضية الفلسطينية وما كتبه محمود درويش سنجد أن الكل ينتمي إلى فلسطين الكل يعالج نفس القضية بنفس الحرفية والقدرة والفنيات ووصلت الرواية إلى المتلقي ووصلت كذلك القصائد ولكن الشعر فيه سر أنه ربما الأكثر وقع على نفس المتلقي يعني ربما نجد الكثير وهذا حصل معي حتى مع تلامذتي أسألهم عن محمود درويش فالكل يعرف محمود درويش أما غسان كنفاني وهو الأديب الفلسطيني الكبير الذي مات شهيد الكلمة وشهيد الأدب وشهيد الرواية وشهيد القضية الفلسطينية للأسف شديد أن الكثير لا يعرفه لماذا؟ لأن الشعر دائما أنا أقفه فأقرأ قصيدة في دقيقتين أو ثلاثة أما الرواية حتى لو قرأت مقطعاً لا يمكن أن تفهمه إلا إذا قرأت الرواية كلها لذلك الشعر ربما نجده أسرع استهلاكاً بين مزدوجتين أضع كلمة استهلاكاً أسرع تقبلاً دعني أغير اللفظ لأن لفظة استهلاك أجدها مبتذلة نوعاً ما فالمتقبل يمكنه أن يسمع الشعر حتى وهو يلعب بهاتفه مثلاً أو في ملتقى أو في سيارته أما الرواية فتتطلب منك وقتاً تخصصه وتتطلب منك وليس لكل قادر على فهم الرواية أيضاً ربما الشعر تختلف درجات الفهم فهذا يفهمه بطريقة جيدة وهذا يفهم البعض منه أما الرواية فلا يفهمها إلا المتمكن لذلك نحن حتى في مهنتي مثلاً أتخير الروايات التي سأمكن منها التلاميذة لأن التلميذ ليس قادراً على فهم كل الروايات خصوصاً عندما ندخل في جانب الرمزية أو بعض الروايات التي تتناول قضايا وجودية وغيرها وفلسفية تصبح أصعب أما الشعر أظن أنه الأقدر على الفهم لأنه مهما كان معقداً بين مزدواجتين أيضاً فإن لم يصل كله سيصل جزء عام منه للمتقبل واضحة جداً أستاذة أحنا في الحوار عنا فقرة اسمها فقرة صندوق ونختارهم مجموعة من الأشخاص يتوجهوا لك بعض الأسئلة مستعدل هذا؟ طبعاً مرحباً بيو يلا فلننطلق أتوى نحلو الصندوق في الانتربيو أتوى نحلو مع بعضنا أول صندوق أنا كتبت لها كليمة لخص فيها تقريباً سترات حياتها من اللي نتلميذة إلى يومنا هذا إن شاء الله رد الجميل الجميل حليمة ظهرت الحقول الجرداء ولدت شاعرها كانت محاولاتها الشعرية قد انطلقت منذ طفولتها وقد عرضت علي أول محاولة لها بعنوان فلسطين فذلك في السنة السادسة اتدائي ولما قرأت ما قدمته لي قلت لها بالحرق الوحيد ستكونين شاعرها وهي الآن كذلك وهي لا تكتب الشعر بالفصحة فقط بل لها قصائد في الشعر الشعبي وتحدفت في الشعرية الشعبي على الأم وعلى البادية وعلى كل ما هو له صلة بالطراف الشعبي وهي التلميذة التي تعترف بجميل المربي واللي هما توفي عاصرنا هو اللقلال أنه من يعترف بالجميل للمربي وهي البنت البارة لوالديها وهي مربي ناجحة قد دخلت قلوب تلاميذها بدون استئذان وقد دمست ذلك من خلال جل التلاميذ ومن حسن الصدر أن درست تلميذة في السنة السادسة تبدأي ثم تكون من بين تلاميذها تلاميذة السيدة حليمة يعني تم معام قريطة بنيها بعد ما مشيت في الكولاج جاءت تطلع ليها كان لكي ما تعرف تلاميه أنا شكون تقريف العربية قتلي عند ستيحليمة آه ثلاثة ستيحليمة رأي تلميذتي أنا كانت تحت عليها في كل هدوء وسرور عبارة كانت تحكي لأم ومن حسن الصدر أن درست تلميذة في السنة السادسة ابتدائي ثم تكون من بين تلاميذ السيدة حليمة وما تذكرها إلا بألف خير وهي الأم الصديقة لأبنائها وقد دمست صداقتهم من خلال معاملتها لهم بارك الله في حليمة وفي أمثالها هي فعلا تشرف الجميع شرفت تونس في الداخل وشرفتها في الخارج ما أجمل قط وما أروع من أن يرى معلم تلاميذه قد حفظوا ويحصدون النجاح شكرا تحية للمعلم والمربي سي مصطفى أسبوعي أنت أستاذة كنت تذكرت في أول حوار وقلتهم الناس اللي شجعني في بدايتي دون أن أعرف أنكم تجهزون لي هذه المفاجأة الجميلة جدا أربقتموني تأثر كبير جدا لأني أحب هذا المعلم الذي فعلا يعني أنا لا أنسى فضله ليس فقط لأنه علمني المحتوى الدراسي ولكنه كان قريبا جدا مننا وعلمنا الكثير من الأشياء وجدته سندا لي في كل تفاصيل الحياة رغم أنه لم يدرسني سنة كاملة يعني درسنا لأعلم أظن ثلاثية ثم أخبرنا أنه سينتقل وكان ذلك اليوم أذكره جيدا أكثر يوم ربما بكيت فيه في حياتي لم أستطع أن أتماسك أمامه يعني كنت أظن أنه سيغادر المدرسة ولكن انتقل يدرس قسما آخرا ومع هذا ظل دائما سندي وكنت أطلعه على كل ما أكتبه وكان يشجعني كثيرا كما ذكرت هذا في بداية الحصة كم أحترمك يا سيدي وما أنا إلا صناعتك وما أنا إلا ابنتك التي ربيتها فأرجو أن كما قلت أنني أبر والدي أرجو أن أكون أيضا أبرك أنت لأنني وجدت فيك الأب ووجدت فيك الصديق والمعلم والجمهور الكبير الجمهور الشعري كله ألخصه فيك كم أحبك وكم أحترمك واضحة شكرا لك أستاذا نحن نتوقع لصندوق ثاني غزلنا قادي للكران صندوق ثاني بشي يكون صوت صورة أترى خلينا نتشوفهم أبعض نعرف اللي أين فالعادة ما قل لك شيء ما حلوهك وقال لك لكي نبدأ حاستي بمس لحاجة ما تقول لك لكي نبدأ حاستي بمس لحاجة ما تقول لك لكي نبدأ حاستي بمس لحاجة ما تقول لك اللي تنسحني أنت أقرب باشخص لي وانتي شخص الوحيد وانتي فيه ثقة عامية تحية لبنتك هايفة يعطيها الصحة وليه زميلتكم هايفا توعد بنت الحياتة فيه محليهم المفاجئات بالحق محليهم ويليتوا جديم البرنامج خلنسمع برشاك كده محلوم هايفا ربي يفضلها أنا أيضا فخورة هايفا هي ابنتي الوحيدة مع محمد عزيزو لؤي إذن هايفا هي ابنتي الوحيدة وهي صديقتي صراحة يعني أنا أيضا أعمل برأيها وأستشيرها في كل كبيرة وصغيرة ومن يعرفون يعرف أن علاقتنا هي علاقة صداقة أكثر منها علاقة أم بابنتها يعني هايفا تتميز بفصاحتها كما تعرفون يعني أسرة حياة فهم وتتميز كذلك بحنكتها وحسن تدبيرها ورغم أنها أصغر مني بتقريبا 25 سنة فإنني ما زلت إلى الآن أعود إليها وأستشيرها وأعمل برأيها لأن فعلا يعني ما شاء الله تفكير صائب وأشعر أنها فهمت الحياة أحيانا حتى أكثر مني ممتاز جدا وهذه كانت أرمى أنها متحب الشعر شعبي واضحة شكنا لك أستاذة وهذه كانت فقرة الصندوق أستاذة كنت قمت بدراسة حول اللهجة القيروانية اللي أنت تقول بكون هي من أقرب الليها جات إلى اللغة العربية الفصحة بما أنك متواجدة معنا خلينا نتعرف معاك على بعض الكلمات القيروانية وانت تقولنا أصلهم منين وكيفه به نبدأ بالكلمة الأولى أجزح أجزح هي كلمة أصلها عربي من قزحة يقزحه موجودة في لسان العرب وإن كان المعنى تقريبيا بقزحة بمعنى وثبة بمعنى سقطة قزح الرجل عن الحصان يعني سقطة هكذا يذكره ابن منظور في لسان العرب تعرف اللي نحن في اللهجة التونسية بصفة عامة نميله دائما إلى تغيير مواقع الحروف قاحة زاوة وربط بيعنا ننطقها بالقاف يجزح أو يجزح وتختلف حسب المناطق أنا الدراسة اللي عملتها تتحث على اللهجة حضور العربية الفصحة في اللهجة التونسية وأيتم ذهب إلهي طه حسين بأن اللهجة التونسية أقرب لهجة للعربية الفصحة رغم أن تونس مرت عليه الكثير من الحضارات ورغم أن لهجتنا فيه الكثير من الكلمات الأجنبية من البربرية من الإنجليزية من الإيطالية من الفرنسية ولكن أغلبها كلمات عربية فصحة ونحن في القيروان نتميز خاصة بصحة مخارج الحروفي فلا نفخم مرققا ولا نرقق مفخما غالبا الحالات الشاذلة نتحث أننا نتحث بصفة عامة واضح جدا نمشي ود الكلمة الثانية بيكش من جاية هذه؟ هل بيك شيء؟ هي كلمة عربية فصحة لكن تعرفوا دائما أن اللغة تميلوا إلى الاقتصاد كما يسميه علماء اللغة تميلوا إلى الاختصار هل بك شيء طويل؟ إذن بيكش وعندما يقول لك أحدهم بيكش في أي منطقة في العالم فاذهب إلى القيرواني مباشرة لأن كلمة قيروانية خالصة فما كلمة جدا يتميزوا به القروة يرحم بيف لا؟ لذلك قال هي مدينة جميلة لكن كلها أيتان طبعا هي شكل من أشكال التحية الخاصة بالقيروان وهذه الكلمات التي تولدها الثقافة الثقافة القيروانية هكذا نتميز بدل التحية نقوله يرحم بيف لين وهي في نفس الوقت كلمة جميلة وترحم على الميت وتذكير بالميت يعني فيه الكثير من الفضاء لحقيقة هذه الكلمة نمشي ولكلمة أخرى يدرّق يدرّق وهنا كمان ينطقها بالقاف يدرّق أي معناني يخبئو برشا أنا عندي صديق ديما نرجالها تحية كبيرة برشا جليلة كوشات أستاذ الفرنسية تقول لي رب يدرّق عليك نشيخ عليها هنا على الكلمة يدرّق يعني يخبئ عليك يسترق كما قولوا الكروينة الكروينة هي أصل الكلمة كروينة جي من القايراة اللي أنا موجودة كان عندنا ونعني وني protesting الكروينة هي بلد النحاس معرفين بنحاس إذن اللي سميهون مناطق الاخرى la Tan trigger متاع النحاس نسميه إحنا كروينا النحاسى نقول واحنا النحاس اللي سميهون المقفول الكاسكيل صميواها الحاسى والكروينة هي القروينة معاهم الكروينة اللي نطيب فيها الاسل هي قروينة ممتاز السيد الكلمة ذي ايضا من الكلمات المحلية انتي كتقول في تونس انوين تونس كننس كن بحذي السيد شكونوا هالسيد؟ طيب نحن نعرف السيد اللي هو سيد صاحب الجاه كما نقول واحد حتى كلمة صاحب الجاه هي كلمة قيروانية زيد اللي هو قبي زمع البلوي السيد الصحبي واضح النويلة النويلة ذي مزلت عدنا في القيروين في البيوت القديمة خاصة في الديار القديمة الديار العربي اللي هي معناها عبارة على بيت صغيرة نحط فيها العولة نحط فيها التوسكي تبع سلعة العولة تبع مثلا اه ليست الكوجينة انا في بيلكوجينة ليه هي بيت العولة للناويلة بتعم الكوجينة الكوجينة للطبخ النويلة نحط فيها العولة ونحط فيها البجاج بتاع العولة خطر الغربير والاقصع والقطر ونتابعوا الأشياء ذيك شهمتك الكلمة الأخيرة الحايك الحايك القيرويني والهنا بالمناسبة انا اعددته ايضا بحث ردا على احدهم لان الحايك هو حايك قيرويني معروف الحيك القيرواني له خصوصيته سواء في الصناعة وانا اتصلت بصانع الحيك وصورت معه حتى فيديو وحدثني حتى على التفاصيل وهناك السفساري وهناك اشيء اخر يستعمل لها الجرابة وغيرها لكن احنا عندهم موما يسمون له الحولي او الحرام نحن عندنا الحيك القيرواني اللي هو تلبس المرأة ولا يظهر منها لا تظهر منها الا العينين الا العينين فقط وهو لباس حريري غالي الثمن والصعب خاصة في لباسه يصطر المرأة يعني يمزج بين الجمال وبين الاناقة في نفس الوقت ونعرف نحن الى القيروانيات خاصة يتميزنا بالعين الجميلة فلا تتركوا الا العين وعدنا في القروان مهرجان الحيك وعدنا جمعية بالاسم هذا فقرأتوا لأحدهم بالمناسبة انه ينسب الحيك الى مناطق اخرى فرددتوا عليه في مقالة علمية ومحكمة حول التشكيك فيما ذهب اليه لانه يمزج بين السفساري والحيك السفساري يختلف سواء من حيث القماش او طريقة اللباس او في كل شي حتى في اللون يختلف على الحيك القيرواني اللي هو لونه لون الاصلي للحرير في حين تمام مناطق اخرى يعمل الحيك لكحل هي مناطق الساحل خاصة واضحة جدا احنا توا استاذة خلينا ننتقل الى بعد اخر من الحوار وانش نقترح عليك مجموعة من الصور من ثم نعلق عليها نبدأ بصورة الاولى للكاتبة والروائية فاتن الفازح يعني ماذا سواء على الصورة ولا على الاديبة على الاديبة على الشخصية والله بصراحة معناها انا لم اقرأ لها ولكنني من خلالي ما اسرع من بعض التصريحات ارى في هذه السيدة جرأة انا شخصيا لا تعجبني تلك الجرأة بغض النظر يعني انا لم اقرأ لها كتابا مع احترامي لكل الادباء لكنني الاحقيقة ولا اظلني سافعله لماذا علش بيخذف فكرة مسابقة لا لاني سمعت التصريحات هي انا لا اسمع ربما تصريحات ناس اخرين انا سمعت هي وهي تتحدث عن رواياتها عن المحتوى قرأت مقتطفات يعني حول من مؤلفات في الفيسبوك اما لم اتصفح كتابها لذلك انا انتقي جدا ما اقرأه واضن ان الساحة الادبية فيها واكيد فاتن الفازع عندها قراء هرم واكثر الروايات مبيعا هي روايات فاتن الفازع لا اشك في ذلك ولكن انا تحدث عن نفسي عن ذائقتي الخاصة ربما هي ايضا لن تقرأ لي وانا لن اقرأ لها رغم اني لا اعرف معرفة شخصية فقط ان توجه الادبي والفكري يختلف معي لا اكثر الاقل اين يكمن الاختلاف؟ ذكرت هذا قلت الجرأة انا اؤمن بالجرأة بين مزدوجتين لكن ليس دول الكاتب المثقف انه يكون جريء ويطرق الى كل مواضيع كل شيء حدود سمحني عادة الجرأة نعم انا معك اين تكمن حدود الكاتب والمثق؟ تكمن في احترام خصوصيات الثقافة التي ينتمي اليها انتي بالنسبة ليك فاتن الفازع تعديت على الهوية تنصي من خلال المقتطفات التي قرأتها لذلك لا استطيع ان اتبنى رأيا نقديا كاملا ما دمت لم اقرأ لاني حتى ابني فكرة واستطيع ان اناقش واحاور حول مؤلفات فاتن الفازع لابد ان اقرأ كتبها انا لم اقرأ لها ابدا فقط مجرد مقتطفات وسمعت بعض التصريحات تجعلني انا شخصيا لا اتصور ان اقرأ لي فاتن الفازع لا اكثر ولا اقل عندك موقف من الكتابة بالدرجة التنسية او لا طبعا ارفضها رفضا باتن نعم لكن فما عديد الادباء حتى على صعيد العربي كتبوا باللهجة المحلية ان ندرج اللهجة العمية نجيب محفوظ خاصة ان يفعلوا ذلك في رواياته حسين عبد القدوس والقائمة تطور ان نكتب رواية باللهجة العمية وخاصة ان ندرج فيها مفردات مبتذلة اظنوا ان ذلك ابتذالا للغة العربيتك كلها للمجتمع وللثقافة حنمينا كان يستعمل كلمات مبتذلة في روايته نعم كلهم يستعملون كلمات في سياقها اكثر من يستعمل للمفردات هو عبد الرحمن منيف وما ادراك مع عبد الرحمن منيف وكان يستعمل لان هذه لها دلالتها ولها سياقاتها التي وضعت فيها ليس هذا هو الاشكال اما ان نكتب رواية باللهجة العمية والتلاميذ اليوم نجيدهم في الانشاء وانا ادرسوا في النموذج بعض التلاميذ الذين يكتبون دون وعين بعض الجملي او بعض المفردات باللهجة العمية فما بالك اذا كتبنا لهم باللهجة العمية نحن نريد ان نقفز بالادبي ان عدنا لغتنا العربية وهي اثر لغات العالم الكتاب باللهجة العمية اظن ان انا شخصيا اعتبرها اساءة للادبي هذا موقف الخاص مع احترامي شديد لكل ما نختاره نهجة ادبيا واسلوبا خاصا به المهم ان تكون هناك جمالية على الاقل وان يكون هناك احترام لعقل المتقبل واضحة جدا نمشيوا للصورة الثانية واللي هي صورة من نادي الادب اللي تشرف عليها انتي بالاعدادية نموذجية علي تراد بتونس العاصمة وين كنت نظمت امسيا شعرية كانت ناشحة ولقات صدي كبير حدثنا عن هذه التجربة نادي الادب الذي اشرف عليه في الاعدادية نموذجية شارع علي تراد هذه الصورة لتلميذتي الجميلة ما يرى مناصرية وهي ابنة المخرج سيناجيب بناصرية وامها الممثلة اللي مثلت في مسلسل اسبوعي اللي مثلت زهور الخادمة بتاع امها وهي سيدة فاضلة ووالدها ايضا رجل فاضل ووجدت منه كل الدعم للنادي اذا النادي يتكون من 15 تلميذا انجزوا حدثا ربما لم يسبقن له احد من قبل وهو انهم ألفوا رواية ستطبعوا قريبا ستتولى دار خريف تباعتها وستنشروا وتباعوا في المكتبات وهو مؤلف جماعي لتلميذ النادي نظمة النادي امسية شعرية شاركة فيها يعني العديد من الشعراء سي سامير العبداللي سي شمسدي العوني كوثر الباردي صندس بكر بنت القيروين سي حتى لا انسى بقية الاسماء سعد الجريدي وهذه الامسية كانت ناجحة جدا لان التلميذ اولا استمعوا الى هؤلاء الشعراء ثم انهم كتبوا شعرا وقرأوه امام الشعراء الكبار ولاقى ذلك استحسانا كبيرا منهم وتشجيعا كبيرا وحتى الاولياء الذين اكتشفوا ابنائهم انهم مشروع شعراء انهم قادرون على ان يكتبوا شعراء بلغة سليمة وبأسلوب جميل يرتقي الى مرتبة الشعرية كذلك اعد التلميذ من تلقاء انفسهم بحوثا حول هؤلاء الشعراء يعني فتحوا الانترنت وبحثوا من يكون سمير العبدالي ماذا كتبا من يكون فلان وقرأوا عليهم وانا والله لا علم لي بذلك يرفع تلميذ قولي سيدتي عندي تعريف بالشعر فلاني فيرفعوا صورته او يحذروا غلاف كتابه ويقرأوا علينا ما تحصل عليه من معلومات حول هذه الشخصية لحقيقة الامسية لقت نجاحا كبيرا كتبت عليها كتبت حولها يعني العديد من الشرع المغاربي الكثير جدا على الاقل فما تسعة جرائد كتبت كذلك تدخلنا مع الاذاعة تنس الثقافية مع الاعلامية سميح قصدرلة التي اوجه لها تحية واعدنا ان شاء الله مقابلة تلفزية الأسبوع القادم على التلفزة الوطنية وكتبت علينا جريد الشروق حول هذه الرواية مؤخرا مقال رائع جدا نشير يوم الخميس يوم خانتني الذاكي اظن يوم الثلاثاء نشير اظن في العدد يوم الثلاثاء الفارض انتي ديما استاذا وكأنك تحب تخلي الدرس بالنسبة لتلميثك يكون جذاب وهذه مش اول مرة تقوم بهذا مثلا قبلك كنت تقري في دارلمين في محور الفنون كنت جبت لهم المماثلات حالما هدود في كل محور انا مثلا مع السنة السابعة في محور الحي احدث التلاميذ على الحياء العتيقة ونحن عدنا في القيروان درة اللي هي المدينة العتيقة وللأسف شديد ان التلاميذ القيروان لا يعرفون المدينة العتيقة فاخذتهم جميعا الى المدينة العتيقة هذه البطاح المغبرة هذه الابواب المقوسة لماذا ندرس عند الابواب المقوسة في الكتاب فقط ها هو امامك الباب ها هي الازقة الملتوية ها هي البطاح المغبرة امامك وكننا يعني انجزنا هذا في شكل احتفال يعني لبسنا اللباس التقليدي وقمنا بعرس تقليدي ايضا واحتفلنا ووضعنا البخور واجبنا المدينة العتيقة حتى نعرف منطقتنا اكثر حتى لا يظل الدرس حكرا على الكتاب والصبورة لان الدرس في هذا العصر اذا كان بقي حرص للكتاب والكراسة والصبورة يموت لابد ان يخرج الى فضائط الاخرى لذلك مثلا في محور الاسرة كرمنا الامهات انت تقرأ على قيم الاسرة على قيمة الام وقيم التحاببي لنكرم هذه الام التي تشقى من اجلنا كذلك وحذرت معنا الحياة أفهم وغطت ذلك الحدث في محور الفرون دعونا السيدة الفاضلة مدام فاتح المهدوي دعونا كذلك الأديب عبد القادر بحاج نصر وحذر معنا في إعداد درلمان هكذا انا ارى ان الدرس العربية خاصة يجب ان يخرج من تلك الفضائات القاتلة الى فضائات ارحب يجب ان يظل درسا حيا فتو اسأل تناميذتي ماذا بقي في ذلك كل الخرج التي خرجناها الى المدينة العتيقة ماذا تتذكر من محور الحي يوم خرجنا الى المدينة العتيقة اذن يتذكر هذه الاشياء وينسى لان التلميذ لا يعود كثيرا الى الكراس ونحن نقول القول الشهيرة منذ كنا صغارا العلم في الراس وليس في الكراس اكيد جدا الوقت عدا بسرعة معك برشا نشكرك على قبول الدعوة والحضر معنا نخلي لك كلمة الخيطية هل يمكن ان تكون قصيدة تحيط للطيروين طبعا هي كما قلت انا في العدة اجعلها كالفاتحة من الصلاة ولم تكون نفيلة اليوم بل ستكون كذلك تحية خالصة من القلب ألقي السلام وردت للهوى صورا اذا وقفت بباب العرش منتظرا فالقيروان لكل الارض مفخرة ولتسأل الدهر كي يروي لك الخبرة جنات عدن بها الافلاك كم كتبت جنات عدن بها الافلاك كم فتنت صار الزمان على الازمان مفتخرة فالقيروان على الالواح قد كتبت آيات نصر بها الاسلام قد نصر أصوار عز على الأمجاد شاهدة والحسن كم فاق في وصفه الصورا راوتت حرفي أبغي في الحما غزلا وجدت حرفي بسحر الحسن قد سكر خجلت كيف تخون الدار قافيتي والشعر مثلي بغير الحسن ما سحرا سمعت لحنا من الأصوار مبعثه يا رب حسن بها قد أنتقى الحجر قالت هنا أكمل التاريخ رحلته وما تخصمي على الأعتاب منتحرا الروم تعرف أنباء وتحفظها والفرس تروي لهم من مجدنا عبرا سلسيف عقبة سلسيف عقبة كم ذلت له أمم سلجندنا كم قضوا من أرضهم وطرى هنا يضوع رحيق الشعر مفتتنا هنا اللسان لغير الله ما شكرى للفخر فابن رشيق خط عمدته والعلم شعى على الأرجاء مزدهرة إن ابن جزارنا في الطب مفخرة وابن الفرات بغير العدل ما جهر أروى لكل نساء العرب مفخرة صداقها صار دينا جارما كفر فلا تلوم حروفا إن بها ثملت أن لحرف ليحصل حسنة والصورة شكرا شكرا لك أستاذة الشعر حليم أبو عليك كان ضيفتنا لهذا الأسبوع شكرا لكل متابعين ومتابعات الحياة تفهم على حسن المتابعة والاهتمام نحن هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا بالنسبة لهذا الأسبوع نحن نتقابل الأسبوع الجاي في التوقيت اللي استنستو بيه اللي هو نهارة لحد في حلقة جديدة مع ضيف جديد